هل كان فيه محترفين ممكن يكون أكتر من كده؟ يعني كان فيه دورته على لعيبة تانية موجودة في أوروبا اللعيبة اللي هي يعني أنت عارف مزدوجة الجنسية فيه كان فيه؟ أه طبعا كان فيه كان فيه مصطفى أشرف المفروض ييجي صح بس هاي المشكلة كلها أنا اتكلمت مع المدير الرياضي بتاعه مونشن جلاد بخلان أنا أبتكلم ألماني فاتكلمت معي يعني فهو قال أن أنا ممكن مصطفى أشرف ييجي بس تتعهد لأنه هو يلعب أساسي طبعا الموضوع أنا نفسي ما عجبني شي الألماني شوية رجل عالي أروغانتي يعني لا أنا أنا بس فطبعا مصطفى أشرف أنا عارفه كويس ولعب كويس جدا وبيلعف مونشن جلاد بخلان وكابتن منتخب ألمانيا الولد الرجل المدير الرياضي يتكلم معي وقال لي أنا عايز هو يلعب عايز هو يلعب أساسي طبعا قلت له إحنا عندنا مباراتين وديتين ييجي عشان يخش مع اللعيبة ينساجم معها وده طبعا من خلال الكابتن محمود يعني أنه هو ييجي يخش وينساجم مع اللعيبة لأنه هو جلنا معسكر واحد بس آه الولد كويس وكل حاجة ومحترم جدا ولعب كويس جدا فطبعا المدير الرياضي قال لي كده وبعد كده قال لي لو مش هيلعب يرجع قلت له دي أنا مقداش أجزم لك أنها تحصل لو هو كويس هيلعب ما فيش أي مشكلة خالص يعني قال لي طب في حاجة تاني عايزة أقولها لأخذت له تفضل قال لي يلعب التلات مبارات الأولانيين ويرجع لنا ألمانيا يلعب مباراة معنا ويرجع لكم تاني طبعا مش مش تمام يعني يعني الكلام بالنسبة لي أنا مع إني أنا عايش كنت عايش في ألمانيا الكلام ما عجبنيش يعني